صفة حلوة ودلوقت صرطة البطاطس مشوية خلاص مي تابع معنا واسمع لجيب اصخر الحلقة صادت الحلقة عم تتعد امتا؟ ان شاء الله ساعة سبعة صباحا خلاص ميزي جزاك الله كل خير يا سيدي شكرا عم تصالك يا سيدي شكرا عم تصالك شكرا عم تصالك انا انا بعصج اللحمة دي شوية بتبدلها اللي انا هعملها دلوقت مع البطاطس بس تعال الاول نشوف الطبق الثاني عندنا صرطة البطاطس مشوية الشيف قال مشوية مشوية يعني هتاخد وقت انا اعلمكم طريقة لعمل البطاطس مشوية وخاصة كمان برضو الناس اللي بتعمل جيم يعني الحلقة بتاعتنا النهاردة مفيدة جدا ميادير البطاطس باللحمة والدمعة موجودة على الشاشة عبارة عن بطاطس متأشرة موجودة هي تلت اربع حبات خمس حبات حسب عدد افراد الاسرة لحمة مفرومة بطاطس وبصل وطماطم عصير طماطم وتوم وبصلة مبشورة وكسبرة خضرة وسامنة وزبدة وكمون وفلفل اسود ورشة سكر طالما طماطم وصلصة يبرشة سكر ورشة ملح قلنا السكر ليه؟ علشان نتغلب على الحمودة اللي موجودة في الطماطم تعالوا نشوفوا الطبق اللي احنا هياخد وقت مننا شوية اللي هو البطاطس صلطة البطاطس المشوية دي هتاخد وقت بس سدقوني دي الأكل دي أنا شخفان بحبها والأطفال بحبوها والكبار بحبوها وخاصة الناس اللي تعمل جيد حاجة صغيرة خالصة هيت عند الورقة السلفر دي موجودة في المطبخ أكيد بجيب بطاطسية زي دي كده هيت وبجيب السكينة بعملها خط صغير كده بس يعني شد صغيرة في البطاطسية مش لازم ننزل بالي لآخر بس بستح القشرة بتاعت وبجيب شوية ملح وشوية فلفل ياكلة دي خطيرة قوي للناس اللي بتعمل رجيم نغيروا بدل ما بيكلوها مسلوقة احنا ناكلها لهم شوية شوية ملح شوية فلفل اسود وفي الفورن بحطها هيت بحطهم في الفورن ثلاث اربع حبات خمس حبات عدد أفرد الوسر زي ما أنا عايزين نعمل الكمية كلها البطاطس بالطرق دي هنشوف مع بعض المفاجآت البطاطس ناكلها مشوية زي هناكلها بالتمية او باللبنة او بالإشطة وعندنا الخير كتير الإشطة موجودة وممكن ناكلها بالميونيز زي ما احنا عايزين خلونا نشويها وانا طبعا عشان وقت الحلقة حطت شوية في الفورن أومت بنفس الطريقة بجيب البطاطس بلفها شوية ملح وشوية فلفل ولفتها في وراء فويل كده وبحطها في الفورن أنا عندي هنا شوية عاملوا أومت وبيستوي معايا علشان نكسب وقت في الحلقة بتاعتنا وتنظيم الوقت مهم جدا في المطبخ نخلي بالنا ابدأ بالحاجة اللي هتاخد وقت كتير لو لاحظت ان انا بدأت بالرز علشان يستوي وبص عليه كده اشوف ميته كسرت ولا لسه يعني ميته قلت الله رحت الشارية مع الرز خطيرة انا بعشقها معنا اتصال معنا اتصال سلام عليكم الله وبركاته اهلا ياوخ خير اني ش traumatic على هزا البرنامج الفبدالة لو سمحت بي سوالين الفبدالة ت Phoenix السؤال الاول كنت عايز اعرف طريق تروز بالخالطة طريق الروز بالخالطة طريقة المطرية السؤال التاني كنت عايز اعرف طريق حفظ طماطم والبطاطس طريق حاشو البطاطس لا حفظ الطماطم والبطاطس حفظ البطاطس والطماطم اه السؤال يعني نحفظها فترة طويلة ولا نشيل ثلاثة اربعة في ايام اي بطاطس متأشرة ده سواء لحلقتنا النهاردة. لا اه يعني عارتني باتنين لو انا عايز احفظها يعني عندك بطاطس في اه موجودة ان اقول ازاي ماشي. اه. احضك لاجابة السؤال. اه. عشان اضباطنا السواديش بعد التقصية ان احنا نحطها في شوية مية. طيب كويس. اه جزاكم الله خير والسلام عليكم وانه الله بارك. طب احنا واجبتنا النهاردة. شو كان على تصالك انا هنا وطيت النار اهود بس اوضت الرز شوية مية عشان املاحظت ان هو عايز شوية مية بغيرين. وبجيب شوية سمنة او زبدة موجودة عندي. احطي على وش الرز كده. ودي اللمسة بتاعت الشيف. مجرد ان انا ست البيت جيب معلقة سمنة بلدي حلوة كده. وتحطيها على وش الرز بعد ميته ما تنشف. وانسيبها التست بتاع السمنة البلدي هياخد الرز. شوف هي ريطة الكاميرا تجيب كده السمنة وهي بتسيح على وش الرز. زائد اللي هتديله لمعة. هتديله لمعة جميلة جدا. معنا اتصال. هنشوف السمنة او الزبدة بنحطها على وش الرز. يا جماله. هنخليها كده ونغطيها. تعالوا نشوفه هنعمل الطبق الثاني دلوقت اللي هي.